السلام عليكم ورحمة الله خمس كلمات أخي الحبيب تعهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتها أن يكشف الله عنك الهمة والغم والمرض والشدة ما رأيك؟ استمع معي إلى هذا الحديث النبوي العظيم كيف علمنا هذه الكلمات الرائعة على الرغم من بساطتها وسهولتها وقصرها خمس كلمات تصور ولكن للأسف كثير من الناس يغفل عن هذه الكلمات على الرغم من أننا نتعرض لضائقة مادية ضائقة اجتماعية إلى مرض إلى شدة إلى مشكلة سبحان الله نلجأ لكل الأساليب إلا لهذا الأسلوب النبوي عليه الصلاة والسلام نغفل عنه دعوني أقرأ هذا الحديث الشريف ثم نتأمل ونحفظ هذه الكلمات الرائعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه أو كشف ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة هذا ليس كلامي وليس كلام فيلسوف أو كلام إنسان يقدم لك نصيحة هذا كلام من لا ينطق عن الهوى النبي تعهد ويؤكد هذه الحقيقة أنك مهما كان الهم والغم والسقم والشدة قد تكون هناك مشكلة مستعصية في بيتك لا تجد لها حلا قد يكون هناك مرض مزمن فشلت أمامه قد يكون عندك ولد معاق أو فيه مشكلة أصيب بمرض لا علاج منه قد يكون لديك زوجة مريضة وأنت تقف عاجزا مكتوفا لا تدري ماذا تفعل النبي تعهد أن الله يكشف عنك هذا الضر إذا قلت هذه الكلمات ما هذه الكلمات خمسة الله ربي لا شريك لا طيب على الرغم يعني سهولة هذه الكلمات ولكن فيها معنى عميق إلى أبعد الحدود الله ربي ما معنى ربي الرب أخي الحبيب نحن نقول رب البيت رب الأسرة فيه معنى التربية معنى السيطرة معنى التحكم معنى أنه لا يغفل عنك معنى أنه يهتم بك الله ربي يعني الله لا يتركني الله يراني الله ربي هو الذي يهيئ لي الخير الله ربي يعني يحبني هذه كلها من صفات الرب الله ربي يعني قادر أن يستجيب دعائي لذلك الرب سبحانه وتعالى لو أردت أن تفهم هذه الكلمة الرب ستجد عشرات المعاني فيها معنى التوجيه معنى النصيحة معنى الحب في حق البشر المسؤولية يعني الرب يحمل مسؤولية الأسرة نحن كبشر فالله عز وجل عندما نقول الله ربي يعني الله يرزقني تعهد بأنه سيرزق كل دابة على وجه الأرض قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ألزم نفسه برزق حتى النملة فلا يعجز أن يرزق عبدا ضعيفا يقول الله ربي فلذلك صحيح أنا أقول الله ربي ولكن لو جلست وفكرت صدقني ستكتشف مئات المعاني مخفية داخل هتين الكلمتين الله ربي فيها معنى الرزق فيها معنى الشفاء فيها معنى الهداية للخير لا شريك له هنا هذه الكلمة ربما نظن أنها كلمة عادية لا شريك له ولكن إذا فكرنا قليلا سنجد أن فيها معاني عميقة جدا الإنسان عندما يمرض أيها الأحبة أول ما يلجأ إلى الأطباء والمشافي والعلاج وتجده خائفا حتى لو اضطر إلى أنفاق كل ماله سيبذل هذا المال في سبيل التخلص من هذا المرض وهنا الشرك الخفي الشرك الخفي فعندما يشفى إذا اعتقد أن المال والطب والدواء هو الذي شفى هذا نوع من أنواع الشرك يجب أن تعتقد أن الله هو الذي شفك وليس المال سيدنا إبراهيم كان يقول وإذا مردت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين مع العلم أن سيدنا إبراهيم كان في زمانه متاح الأدوية مثل العسل وغير ذلك وهو يعلم وجود هذه الأدوية ولكن كان يرد الشفاء لله عز وجل لأنه هو خالق الدواء وهو مسخر الدواء وهو فعلا عنده الشفاء سبحانه وتعالى فلذلك عندما تقول لا شريك له فكأنما عقلك وقلبك يقول يا رب الشفاء فقط من عندك كل هذه الدنيا هي أسباب ووسائل أنت تتحكم بها يعني هذا الإنسان الذي يريد مثلا أن يضرني يحسدني فأوقعني في هذه الشدة لا إله غيرك يصرف عني هذه الشدة لا شريك لك فلذلك أيها الأحبة نحن معظمنا اليوم نستعين بغير الله نلجأ لغير الله نطلب من غير الله وننسى أن هناك إلها كريما قادرا أن يصرف عنك الشر قبل وقوعي ما أنت عندما تدعو الملك عز وجل الملك الملك بهذا الدعاء تقول الله ربي لا شريك له وتكرر هذا الدعاء قد يكون هناك مرض سيصيبك فيصرفه الله عنك من قبل أن تصاب به ولا تدري قد يكون هناك حادث سيصيبك يصرفه الله وأنت لا تدري وحتى بعد أن يقع هذا المرض أو هذه الشدة أو هذا الهم أو الغم يعني قد يكون إنسان ابتلي بالديون كثرة الديون ولا يدري ماذا يفعل أبواب الدنيا أغلقت في وجهي أبواب الخير مغلقة أمامه صدقني إذا لجأ إلى هذا الدعاء وقال الله ربي لا شريك له وقالها بصدق وبإخلاص وتدبر ويقين أيها الأحبة نحن نحتاج لليقين وليس لمجرد السرثرة والكلام لأن هناك إنسان يختم القرآن كاملا وبعد ذلك يذهب ويؤذي الناس بعد ذلك يذهب ويكذب في تجارته يغش الناس طب أنت ماذا قرأت وماذا استفت لا شيء لذلك هنا عندما تقول الله ربي لا شريك له حتى تضمن تأثير هذه الكلمات يجب أن تستيقن تماما أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله لذلك هناك حديث آخر علمه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا ابن عباس ابن عم النبي عندما قال له اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني أنت أصابك أصابتك عدوة من شخص التقط فيروس من شخص ومرضت يجب أن تعلم أن هذا الأمر تم بإذن الله وهو مقدر عليك لحكمة الله يعلمها فيها خير لك قد يكون هذا المرض فيه خير لك أنه منعك من شر ما منعك من سفر قد يكون فيه شر لك أو أن الله أراد أن يرفع منزلتك عنده يوم القيامة فابتلاك بهذا المرض لتصبر وترضى وتكثر من الدعاء وتكثر من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الاستعانة بالله والتذلل أمام الله عز وجل بين يدي الله فترفع درجتك في الجنة إلى مستوى لا يمكن أن تصل إليه إلا بهذا البلاء هناك أنواع من البلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لا يصل الإنسان إلى مرتبة معينة في الجنة إلا ببلاء مثل هذا يعني إنسان يكره يكره قلة المال يكره الضائق الماديا يبتليه الله بهذا الأمر يضيق عليه كثيرا ليصبر ويرضى ويحافظ على حبه لله والتزامه بأوامر فلا يسرق ولا يمد يده للحرم ولا يعصي الله ولا يشكو الله لعباده يبقى راضيا قانعا صابرا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه مثل هذا الإنسان بسبب صبره يصل إلى هذه المنزلة العالية التي لا يبلغها إلا بمثل هذا البلاء لذلك هنا يجب أن نغير ثقافتنا عن الهموم والمشاكل والهم والغم وغير ذلك ليس كل من يصاب بمرض هذا إنسان يعني سيء لا ليس كل من يمر بضائقة مادية يعني هذا يكرهه الله لا بالعكس قد يكون الإنسان الأكثر بلاءا هو الأكثر قربا من الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يصب منه يصيبه ببعض الأمراض والمشاكل والهموم والفقر والضيق إلى آخرين ويقول أيضا إذا أحب الله عبدا فتح عليه الدنيا لا أغضق عليه المال لا إذا أحب الله عبدا ابتلاه والبلاء معروف هو الاختبار والاختبار لا يكون إلا في الظروف الصعبة لذلك أخي الحبيب هنا هذه الكلمات الخمسة رجاء أن احفظها وعود لسانك عليها يعني لا تنتظر حتى ينزل عليك البلاء ربما تنسى عود لسانك كل يوم أن تقول عدة مرات سبع مرات مثلا يعني الله ربي لا شرك له الله ربي لا شرك له الله ربي لا شرك له تكرر وأنت في صدرك حاول أن تشعر بالإطمئنان والقرب من الله وتتخيل كأن مشكلتك قد حلت بإذن الله ولو ستحل بعد سنة ولكن تعامل وكأنها حلت تعامل مع هذا المرض وكأنه شف إن شاء الله لا تحمل الهم لأن النبي تعهد أن من قال ذلك كشف الله عنه هذا البلاء أو كشف هذا الأمر عنه وهاء والنبي لا يمكن أن ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى نسأل الله عز وجل أن يلهمنا هذا الدعاء دائما وأن يكشف عنا وعنكم كل بلاء وهم وغم وصقم وضيق وأن يرضينا عز وجل في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق